طبعا خير يا جماعة أتمنى طبعا كلكم تكونوا بخير إن شاء الله هنكمل النهاردة الجزء اللي احنا وقفنا عنده المرة اللي فاتت لو فاكرين احنا كنا منتكلم على المتغيرات العشوائية المتصلة وخصائصها كده احنا درسنا طبيعة المتغير العشوائي المتصل ودالة كسافة الاحتمال اللي هي مقابلة لدالة التوزيع الاحتمالي في حالة المتغير العشوائي المتقطع هندرس بعد كده دالة التوزيع التراكمي زي ما درسناها في المتغير العشوائي المتقدع دالة كسافة الاحتمال يبقى ليه دالة تانية هي دالة التوزيع التراكمي وبنتسميها F capital of Y زي ما سميناها في التوزيع المتقدع نفس منطق التوزيع Community distribution أو الدالة التوزيع التراكمي لأي المتغير هي عبارة عن ايه؟ هي احتمال ان المتغير العشوائي يكون اقل من او يساوي القيمة اللي بحسب عندها زيه في التوزيع المتقدع Communitive هو احتمال ان المتغير العشوائي يكون اقل من او يساوي القيمة اللي بحسب عندها هنا احنا قراضي لسه عارفين ان احسب احتمال ازاي لأي متغير متصل هو المساحة تحت المنحنة للفترة دي وبحسب المساحة تحت المنحنة ازاي بالintegration او التكامل في الفترة ديه دالة كسافة الاحتمال فهنا بما اني植 اجيب احتمال ان ال Why اقل من او يساوي Y small يبقى هكامل Pdf من الحد الادنى المتغير لغاية النقطة one بقى انا بجيب المساحة من الحد الادنى للمتغير لغاية النقطة اللي بحسب عندها فلو مسلا المتغير الحد الادنى بتاعه Negative infinity او سالب ما لانهاية e reasoning demnata Pdf. بَساعدنا Pdf من من سالم ما لانهاية لغاية النقطة اللي بحسب عندها وبالتالي زي ما مكتوب انا بجيب المساحة تحت المنحنة من الحد الأدنى لغاية النقطة Y زي ما أنتوا شايفين في الرسمة أنا هنا رسمة الـ PDF للـ Y فده مديني المنحنة اللي بحسب تحته المساحات اللي بترمز له الاحتمالات فبالتالي أنا هنا لو عايز احتماء الـ Community أو دالة التوزيع التراكمي هي عبارة عن المساحة تحت المنحنة من الحد الأدنى لغاية النقطة Y اللي بحسب عنها تمام؟ طيب في حاجة مميزة في التوزيع التراكمي في ان هو يونيك أو ان كل متغير عشوائي Y لـ CDF واحدة بس دالة توزيع تراكمي واحدة بس أي متغير عشوائي للتالة توزيع واحدة بس فبالتالي هي يونيك أو متفردة واحدة بس فيه نقطة مهمة قوي ان الـ CDF أو دالة التوزيع التراكمي للمتغير عشوائي متصل لازم تكون متصلة لو فاكرين في المتغير العشوائي المتقطع كانت. عبارة عن ايه? واحنا درسنا هي ليه? شكلها في التوزيع في المتغير العشوائي المتصل هنا ده لت التوزيع التراكمي متصلة. عالمده كله. وبالتالي ده ميزة لأي متغير عشوائي متصل ان لازم يكون بتاعته متصلة. فلو عندي متغير عشوائي ولقيت ان بتاعته متصلة اوتوماتيك بقدر اقول ان المتغير العشوائي ده متصل ليه؟ للمتغير العشوائي المتقطع احنا وغدين ان الـ CDF بتاعته step function هي write continuous او متصلة من اليمين هنا الـ CDF متصلة على المدى كله فبالتالي احنا اولاقيت متغير عشوائي الـ CDF بتاعته متصل بقدر استنتج من ده ان المتغير العشوائي ده المتصل نوعه انه هو متصل مش متقطع طيب properties of cumulative distribution function او خصائص ده لتتوزيع التراكمي ان ده لتتوزيع التراكمي ده non decreasing function ما ينفعش تكون بتقل بالمنطق كده جماعة انا براكم احتمالات من الاول لغاية النقطة اللي انا بحسب عندها وبالتالي مستحيل التراكم ده تخليه لقيمة تقل هو اما هتكون increasing يعني constant ان هي بتبقى ثابتة مثلا في الاخر عند الواحد وبالتالي لو عندي كمطين y1 و y2 y1 اقل من y2 اكيد الـ CDF عند ال y1 اقل من او يساوي y2 ليه لانها non decreasing ما ينفعش تكون بتقل طيب الـ CDF ما بين الصفر والواحد وده منطقي ليه لان الـ CDF اتعبر عن احتمال هو احتمال انه يكون اقل من القيمة y small فالاحتمال دوت ما ينفعش ولا يتعدى الواحد ولا يكون سالب وبالتالي الـ CDF حد الادنى ليها صفر والحد الاقصى ليها واحد طيب ازاي احسب احتمال باستعمال الـ CDF احنا اخدنا قرار دي في المتغير العشوائي المتصل ازاي احسب احتمال باستعمال الـ PDF بان انا بكامل الـ PDF دي على الفترة اللي عايزة احسب الاحتمال عندها هنا بقى ازاي احسب احتمال ان الـ Y تماما بين كمطين A و B هي CDF عند الـ B ناقص CDF عند الـ A ليه؟ لان انا CDF عند الـ B دي هي احتمال ان الـ Y تكون اقل من او تساوي الـ B فده معنى ان انا راكمت كل الاحتمالات لغاية النقطة B واحتمال CDF عند الـ A هو احتمال ان اكون اقل من او يساوي الـ A فانا راكمت لغاية النقطة A لما اعمل اطرح الاثنين من بعض بوصل للمساحة تحت المنحنة اللي ما بين A و B ايه هي المساحة تحت المنحنة ما بين A و B هي احتمال ان المتغير بتاعي يكون واقع ما بين الـ A و B فده طريقة ان انا استعمل الـ CDF عشان احسب احتمالات طيب النقطة اللي بعديها ازاي اقدر اوصل للـ PDF من الـ CDF يعني انا لو متغير عشوائي عندي CDF بتاعه اقدر اوصل للـ PDF ازاي بان انا بفاضل الـ CDF ديت بالنسبة للـ Y بالنسبة للمتغير بتاعي باقدر اوصل ساعتها للـ PDF وده الطريقة اللي انا اقدر اجيب بيها الـ PDF من الـ CDF فانا لو عندي الـ CDF بتاعة متغير معين هفاضلها بالنسبة للـ Y عشان اقدر اوصل في الاخر للـ PDF طيب لو عندي المسال ده بيقول لي ان الـ Y متغير عشوائي متصل الـ PDF بتاعته هي 3Y² في الفترة ما بين الـ Y بين الصفر والواحد وزيره ألس وار في اي فترة تانية هو يساوي الصفر فايند الـ CDF جراف الـ PDF وCDF واجيب احتمال الـ Y ما بين النص والواحد بطريقتين باستعمال الـ CDF مرة وباستعمال الـ PDF مرة تاني طيب في المسال ده لو انا عايز اجيب الـ CDF احنا متفقين من اول حالة المتغير العشوائي المتقطع ان الـ CDF بيتعرف على المدى من سالم ما لا نهاية لم لا نهاية بعرفه على المدى كله مش بس حتى في الجزء المتغير العشوائي المتقطع اتفقنا ان انا مش بس بعرفه على القيم الممكنة لأكس لا انا بعرفه من سالم ما لا نهاية لم لا نهاية هنا نفس الفكرة في المسال عندي وـ PDF شكلها 3Y² لما الوايت ما بين الصفر والواحد وصفر في اي فترة تانية. محدش هنا يقول لي هعرف بس في الجزء ما بين الصفر والواحد. لا. الاي متغير عشوائي بيتعرف من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية. طيب. وطبعا الـ عشان احسبه او عشان اجيبه لأي متغير عشوائي هو معتمد على ازاي? لان الـ هو عبارة عند النقطة هو عبارة عن احتمال ان المتغير العشوائي بتاعي يكون اقل من او يساوي قيمة واي. اجيب الاحتمال ده ازاي? الاحتمال في المتغير العشوائي المتصل هو المساحة تحت المنحنة. المساحة تحت المنحنة باجيبها ازاي? بتكامل الـ للفترة دي. فلما اكون عايز اجيب ان المتغير احتمال المتغير العشوائي اقل من القيمة واي. ده معنى ان انا هكامل الـ من الحد الادنى لغاية القيمة واي اللي باجيب عندها. طيب. في المثال بتاعنا ده شكل كان شكله ايه? كان من اول الصفر للواحد فلو رسمتها تبقى واخده شكل الكورف او المنحنة ده. وصفر فاي مدى تاني يبقى هو من سالم ما لا نهاية للصفر واخد قيمته صفر. ومن اول واحد لما لا نهاية هو قيمته صفر. طيب يبقى ده معناه ان اشكال مختلفة. هو صفر من سالم ما لا نهاية للنقطة صفر. وهو سري واي سكوار من صفر الواحد وهو صفر لما قيمة تكون اكبر من واحد. طيب يبقى ده معناه لما اجي هعرف السي دي اف برضو هعرفه على الثلاث فترات مختلفين. ليه? لان السي دي اف معتمد على البي دي اف. فبما انه اداءه مختلف على المدى من سالم ما لا نهاية. المال نهاية السي دي اف برضو هيبقى مختلف في الفترات دي. يبا سي دي اف عندي هعرفه. ليه الجزء لما تكون اقل من الصفر. ولما تبقى ما بين الصفر والواحد. ولما تكون اكبر من الواحد. السي دي اف واخد تلات الفترات دول. طيب. خلينا ناخد فترة فترة. لو بنتكلم على اول فترة خالص لما تكون اقل من الصفر. يعني اي اقل من الصفر? خلينا ناخد اي قيمة مثلا اقل من الصفر. يعني مثلا سالب واحد. انا لو عايز اجيب cdf لسلب واحد يبقى ده معا انا عايز اجيب cdf عن النقطة سلب واحد اللي هي عبارة عن ايه احتمال ان المتغير العشوائي بتاعي y capital اقل من او يساوي سالب واحد اللي هي عبارة عن ايه المساحة تحت المنحنى من سالب ما لا نهاية لسالب واحد اللي هي عبارة عن ايه عبارة عن الجزء ده طيب يبقى انا اجيب الجزء ده ازاي المساحة تحت المنحنة بحسبها بالتكامل يبقى أنا حكامل الـ PDF في الجزء ده الـ PDF حكامله من سالب مالا نهاية اللي هي الحد الأدنى اللي بتكلم عنه هنا اللي هو سالب مالا نهاية لغاية النقطة سالب واحد يبقى العند سالب واحد لشكل الـ PDF في الفترة دي زي ما انتوا شايفين الـ PDF في الفترة دي شكلها إيه؟ بتاخد صفر DT أنا ليست عملت الرمز T علشان ما استعملش الرمز Y وارجع تاني أعوض بيه فممكن أتلغبط فبستعمل لما يجي أكامل بستعمل رمز مختلف اللي هو T الزد أي أن كان الرمز طيب يبقى أنا لما هحسب التكامل ده هكون بجيب CDF عند سالب واحد طيب ده حالة خاصة جدا اللي هو في الفترة أن الـ Y أقل من صفر لو أنا بتكلم على الشكل العام يعني الشكل العام بدل مكتب سالب واحد هكون بتكلم على Y قيمة Y بحيث أن الـ Y قيمة أقل من الصفر يبقى إني بتكلم هنا النقطة دي وانا عايز أجيبي CDF للـ Y بحيث أن الـ Y أقل من الصفر يبقى أنا عايز أجيب احتمال إن المتغالي عشوائي بتاعي أقل من أو يساوي القيمة Y يبقى ده معنى أن أنا حكامل الـ بتاعتي من سالب ما لا نهاية لغاية النقطة Y اللي بتكلم عنها للـ في الشكل ده اللي هو هتساوي إيه هتساوي صفر يبقى بشكل عام لأي قيمة Y أقل من الصفر بتاعها هتبقى صفر زي ما احنا شوفنا طيب ده أول فترة لو بتكلم عن الفترة اللي بعديها اللي هي عبارة عن إيه لو الـ Y قيمة ما بين الصفر والواحد طيب الـ Y قيمة ما بين الصفر والواحد خلينا نقول هنا مثلا إن هي نص عايزة CDF لو كانت القيمة بتاعتي اللي بحسب عندها نص يبقى أنا حاجيب CDF للنص اللي هي عبارة عن احتمال إن المتغالي العشوائي بتاعي أقل من أو يساوي النص احتمال إن المتغير أقل من أو يساوي النص معناها المساحة تحت المنحنة من أول سالب مالة نهاية لغاية نص يعني أنا عايزة أجيب كل ده عند النص أهو عايزة أجيب المساحة دي كلها ده CDF عند النص طيب CDF عند النص ده زي ما انتوا شايفين يا جماعة متقسم جزئين أو PDF أداءها في الفترة دي كلها بأداءين أو شكلين مختلفين عندي من أول سالم مالة نهاية لصفر واخدى شكل ومن أول الصفر لغاية النص واخدى شكل تاني طيب بس أنا عايزة أجيب CDF لغاية النص يعني الفترة دي كلها اللي من سالم مالة نهاية لغاية النص فبما أن PDF واخدى شكلين مختلفين مش حقدرة كامل مرة واحدة واقول من سالم مالة نهاية لنص لأ ليه لأنه لما أجيب PDF حالياه بشكلين مختلفين في المدى ده يبقى ده معانا أننا لازم أقسم الكلام عندي الجزئين الجزء الأول اللي هو الأخدر اللي هو الأول أخدر ده اللي هو من سالم مالة نهاية لغاية نص كانت لغاية صفر أنا أسفر من سالم ما لا نهاية لغاية الصفر كانت البي دي اف وغدا شكل ايه? زيرو دي تي. يبقى انا كده جبت اول جزء ده. بلس دي المساحة الاولى اللي هي الجزء ده كله. الجزء ده. طيب بلس لازم اضيف عليها المساحة اللي فضلة اللي هي الجزء ده. اجيبها ازاي? هي التكامل من اول صفر صفر لغاية النص لشكل البي دي اف في الجزء ده. شكل البي دي اف في الجزء ده كان ايه? سري تي سكوار دي تي. واستعملت تي تاني كرمز مختلف عن الواي عشان لما اجي اعود. طيب. يبقى هنا انا جبت السي دي اف لقيمة في واي بحيس ان القيمة دي ما بين الصفر والواحد. طيب انا لو عايزة الشكل العام بدل نص دي انا عايزة استعمل الشكل العام بتاعها. يعني اي قيمة الواي بحيس ان الواي ما بين الصفر والواحد. يبقى هسمي دي واي. وحاجيب السي دي اف للواي في الجزء ده. وعنده القيمة واي. يبقى في اخر جزء حكامل من اول الصفر لغاية الواي. الكلام ده هتلاقوه الواي كيوبت. هتلاقوه بيساوي الواي كيوبت. يبقى بصوا معايا يا جماعة في الفترة دي. في الفترة دي انا المفروض براكم من سالم ما لا نهاية لغاية النقطة اللي باجيب عندها. يبقى حاجيب للفترة. لما اجي اعمل الكلام ده او التراكم ده. يبقى ده معنى اي فترة قابليها انا بكاملها على المدى بتاعها كلها. يعني بصوا معايا الفترة. انا دلوقتي في الفترة التانية. فبكامل الفترة الاولى بلاس. التكامل للفترة التانية عند النقطة واي. يبقى التكامل عندي من سالم ما لا نهاية لزيرو دي تي اللي هو الجزء ده. بيعبر لي عن ايه؟ عن التكامل للفترة الاولى كلها. زائد. لما اجي كامل بقى للفترة اللي بتكلم عنها هكون بكامل لها. من الحد الادنى بتاعها لغاية النقطة واي للبي دي اف الفترة دي. تمام? يبقى اقدر اقول هنا ان البي دي اف في الفترة التانية هي واي كيوبت. طيب. ده بالنسبة لاول فترتين. انا لو عايز اجيب لاخر فترة بتاعتي هجيبها ازاي كمنطق كده. وحنشوف مع بعض ان هي الاخر فترة دي على طول بنبعارفين ان هي بتساوي واحد. بس خلينا نشوف هي ليه فعلا هتساوي واحد. يبقى انا لغاية دلوقت يا جماعة جبت الفترة دي والفترة دي. باتكلم بقى على الفترة التالتة. خلينا نرسمها لكم الاول عشان ما تطلق بطوش. من الصفر انا واحد وانا عندي بعد الواحد بصفر. انا عايز اجيب لما الوعي تكون اكبر من واحد. خلينا نشوف كمثال قيمة. اكبر من واحد خلينا نقول اتنين. يبقى انا عايز اجيب لاتنين. يعني ايه لاتنين? يعني احتمال ان المتغالي العشوائي بتاعي يكون اقل من او يساوي اتنين. المتغالي العشوائي بتاعي اقل من او يساوي اتنين معناها المساح تحت المنحنة من اول سالم ما لانها للنقطة اتنين. يبقى ده معنا انا عايز اجيب من سالم ما لانها هي اهو. ومن الصفر للواحد كان الشكل المساحة تحت المنحنة كتهية دي. ومن الواحد للاتنين كانت المساحة دي. يبقى انا عايز اجيب كل الجزء اللي انا معلميه بالاحمر ده. هجيبه ازاي? مقدرش اكامل من سالم ما لانها هي الاتنين على طول. ليه? لان ما فيه شكل البي دي اف مختلف في المدى ده. بالشكل واحد من اول سالم ما لانها هي الاتنين. هو واخد تلات اشكال مختلفة. يبقى ده معنا انا لازم اقسم عندي التكامل لتلات اجزاء. زي ما اتفقنا? احنا بنكون في الحقيقة بنعمل ايه في الجزء ده يا جماعة? بنكون ان انا بكامل الفترة الاولينية كلها على المدى بتاعها. عشان اجيبها كلها على بعضها. وبكامل الفترة التانية كلها على بعضها. اللي هي على المدى بتاعها كله. والفترة اللي اكون بتكلم عنها دي بكاملها من اول الحد الادنى بتاعها للنقطة اللي انا بجيب عندها. يبقى خلينا نقول هنا. الجزء المساحة اللي انا مظللها بالاحمر دي عبارة عن ايه عبارة عن تكامل من سالب ما لنهاية ده غاية الصفر لشكل البي دي اف في الجزء ده اللي كان صفر دي تي زائد ده خلصت الجزء ده الجزء التاني هي التكامل من صفر لغاية الواحد لشكل البي دي اف في الجزء ده في الجزء ده البي دي اف كانت سري تي سكوار دي تي يبقى انا خلصت الجزء ده زائد المساحة التالتة اللي بتبدأ من اول واحد لغاية النقطة اللي بكلم عنها اتنين للبي دي اف في الجزء ده البي دي اف في الجزء ده كان ايه زيرو دي تي يبقى انا فعليا بعمل ايه بكامل اول جزئين على المدى بتاعهم كلهم ليه لان انا رقمتهم كلهم مع بعض فبكاملهم على المدى كله بتاعه والفقتر اللي انا بكلم عنها بكاملها من الحد الادنى بتاعها لو هو زي ما انتو شايفين واحد لغاية النقطة اللي بجيب عندها فده حالة خاصة لو بتكلم على الشكل العام بقى بدل اتنين دي هقول Y انا عايز اجيب الـ CDF لأي قيمة Y بحيث ان الـ Y اكبر من واحد يبقى لو بتكلم هنا على Y هتبقى هنا Y ودي Y ودي كمان Y هكون اهو زي ما انتوا شايفين بكامل اول فترة على المدى بتاعها كله اللي هو من سالم مالة نهاية لصفر وبكامل الفترة التانية على المدى بتاعها كله اللي هو من صفر الواحد والفترة اللي انا بحسب عندها بكاملها من اول الحد الادنى بتاعها لغاية النقطة Y اللي بجيب عندها القيمة دي لما تحسبوها هتلاقوها واحد وده لازم يحصل في الاخر ليه؟ لان انا هنا كملت كل المساحة تحت المنحنة كله واحنا متفقين من الاول خالص ان في المتغالي العشوائي المتصل المساحة تحت المنحنة كلها على بعضها لازم تساوي الواحد لانها بتعبر عن اجمال الاحتمالات اللي لازم يساوي واحد فبالتالي القيمة صفر دي والقيمة واحد دي هتلاقوها على طول ليه؟ لان اول قيمة دي انا بجيب الاحتمال ان نكون اقل من الحد الادنى للمتغالي العشوائي واكيد احتمال ان نكون اقل من الحد الادنى للمتغالي العشوائي صفر ما ينفعش اصلا ااخد قيمة اقل من الحد الادنى واخر مدى عندي اللي هو بيساوي واحد دوت ابارة عن ايه؟ احتمال ان نكون اكبر من الحد الاقصى بتاعي اكيد انا هكون احتمال يعني انا كده جبت احتمال ان انا كده جبت احتمال انا اسفق الحد الاقصى بتاعي اكيد انا اقل منها وساوي الحد الاقصى فالاحتمال ده على طول بيساوي الواحد طيب اول جزء ان انا جيب ال CDF احنا متفقين يا جماعة ان ال CDF لازم يتعرف من سالم مالة نهاية لمالة نهاية زي في الدسكريت بالزبط لازم اعرفه على المدى كله من اول سالم مالة نهاية لمالة نهاية طيب عشان اعمل كده هنا انا عندي ال PDF من الديهاني هي بتساوي 3Y² لما Y ما بين الصفر والواحد وصفر في اي فترة تانية او في اي قيم تانية طيب انا عندي هقسم عندي الفترات عندي الاقل من الصفر وما بين الصفر والواحد واكتر من الواحد ليه؟ لان الموضوع هيختلف في الحسابات هنا اقل من الصفر لما Y تكون اقل من الصفر الجزء ده هجيب ال CDF ازاي لما Y اقل من الصفر اصلا هنا مديني PDF ان الواي بتساوي الفنكشن دي لما تبقى Y ما بين الصفر والواحد وصفر في اي جزء تاني فالPDF اصلا في الجزء اللي الواي اقل من الصفر هو صفر يبا احتمال ان انا اكون اقل من اي قيمة في المدى دوت هي صفر او بمعنى تاني ممكن اكامل من سالم مالة نهاية لواي لكامل الصفر عندي فدي اكيد هتساوي صفر طيب في الجزء التاني في الفترة ان Y ما بين الصفر والواحد لما Y تاخد اي قيمة ما بين الصفر والواحد اجيب ال CDF ازاي لأي قيمة جوه الفترة ديت في الفترة ديت انا عايزة انا حعمل او حعمل المتراكم الprobability من اول سالم مالة نهاية لغاية النقطة اللي جوه الفترة دي طيب من اول سالم مالة نهاية لغاية قبل الصفر كان هو تكامل من سالم مالة نهاية لصفر للقيمة كاملة الاحتمال ده بصف دي تي زائد الجزء اللي بعده اللي هو عبارة عن ايه في الواي لما تكون وقع من جوه المدى من صفر الواحد عايز اجيبه السيدي اف عن ده هجيبه ازاي هو تكامل من اول الحد الادنى للفترة دي هنا الحد الادنى للفترة اللي بكلم عنها صفر لغاية النقطة وي طيب البي دي اف في الجزء ده شكله ايه هو سري تي سكوار دي تي ليس امتها تي سكوار مش واي سكوار لان انا بكامل هنا من اول الصفر لغاية الواي فعشان ما اطلعبطش في السيمبت او في الرموز اللي بستعملها بغير بس من واي لتي عشان اكامل عند رمز ده فيبقى السيدي اف في الفترة ما بين الصفر والواحد هجيب الاول هراكم عند الجزء الاول جله اللي هو من اول من اصغر من صفر هو عبارة عن التكامل من سالم ماله هيا لصفر للصفر اصلا اللي هو البي دي اف في الجزء ده دي تي زائد هجيب بقى السيدي اف للفترة ما بين الصفر والواحد السيدي اف هو عبارة عن ايه عبارة عن تكامل من الحد الادنى للنقطة اللي بتكلم عنها يبقى من الصفر لان ده الحد الادنى للفترة اللي بتكلم عنها لغاية الواي للفونكشن بتاعته الفي دي اف بتاعته الفي دي اف شكلها ايه سري تي سكوار دي تي سمتها تي علشان ما اطلعبطش ما بين الواي اللي فيها والواي اللي أنا هعوض فيها بعد كده يبقى التكامل ده هيبقى أول جزء صفر طبعا الثاني عبارة عن T cubed وهعوض من الصفر للY هتلاقوا نقيمة ديت Y cubed طيب آخر فترة عندي لما تكون الY أكبر من الواحد أكبر من الواحد ديت برضو أنا رازم أراكم الجزئين اللي قبل كده وبعدين أحسب للفترة اللي بتكلم فيها الجزء الأول خالص هو من سالم ما لا نهاية لصف الPDF فيها الصف DT زائد الفترة اللي بعديها التكامل بتاعها من صفر الواحد للفنكشن أو الPDF في الجزء ده اللي هو 3T squared DT زائد الCDF بقى للفترة اللي بتكلم عنها أنا بتكلم هنا عن الواي أكبر من الواحد كيبه في الفترة دي الحد الأدنى بتاعها واحد هكامل من أول واحد لغاية الواي النقطة اللي بحسب عن ده لإيه للPDF في الجزء ده الPDF في الجزء ده لما الواي تكون أكبر من واحد كان صفر بيبقى بكامل الصفر الصفر عند الصفر للفترة دي تريال واي أكبر من واحد حتلاقوا نتيجة الكلام ده كله يساوي واحد وده أكيد لإن أنا آخر فترة عندي الCDF بيكون رقمت كل للاحتمالات الجزء اللي قبل كده فأكيد بيساوي واحد يبقى تاني علشان ما نتلغبطش في الCDF الCDF هنا ليه أنا قسمته أجزاء لإن أنا الPDF أصلاً اللي أنا هستعمله اللي أنا هكامل عليه عشان أقدر أوصل للCDF متأسم إن الPDF لما تبقى الواي ما بين الصفر والواحد بيساوي 3Y سكوار ويزيله في أي جزء تاني أنا بقى لازم أعرف الCDF على المدى كله من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية أعمل الجزء ده إزاي؟ هقسم برضو الأجزاء عندي طبقاً للPDF بتاعتي الPDF بتقولي إن الجزء اللي قبل الزيرو الPDF فيه زيرو طيب يبقى الواي أنا هجيب الCDF لما تبقى الواي أقل من الصفر أجيب الCDF إزاي؟ هو تكامل لكل فترة هكون فيها من الحد الأدنى للفترة دي لغاية الواي النقطة اللي بحسب عندها ففي الفترة دي لما تكون الواي أقل من الصفر لحد الأدنى بتاعي سالب ما لا نهاية وحكامل لغاية الواي للPDF اللي هي بتساوي كان في الفترة دي صفر التكامل ده بيساوي صفر طيب فترة اللي بعديها إن الواي ما بين الصفر والواحد عشان أجيب الCDF لازم أكون دوة ده للتوزيع تراكمي فأنا براكم الPDF من أول سالب ما لا نهاية لغاية نقطة جوه الانتورفل اللي بتكلم عنه ده طيب يبقى من أول سالب ما لا نهاية لصفر كانت الPDF كومتها صفر فأنا بكامل من سالب ما لا نهاية لصفر للPDF اللي هي صفر في الحالة دي زائد الفترة اللي بعديها اللي أنا بتكلم عنها اللي من صفر الواحد حد الأدنى بتاعها كان صفر يبقى حكامل من صفر لغاية النقطة Y اللي باحسب عندها الCDF ليه الPDF اللي جوه الفترة دي الPDF في الفترة ما بين الصفر والواحد هي 3Y² هنا سمتها 3T²DT عشان أكامل بس بالنسبة لرمز تاني اللي هو بدل ما استعمل الY وتلغبط بعد كده لما يجي عود فهنا هتحسبها هتلاقيها Y³ طيب آخر فترة عندي لما تبقى الY أكبر من الواحد برضو براكم من أول سالب ما لا نهاية لغاية الY اللي جوه الفترة دي من أول سالب ما لا نهاية لصفر كانت الPDF بتاعتها صفر زائد الفترة اللي بعد كده اللي هي من صفر لواحد كانت الPDF بتاعتها 3T²DT plus CDF بقى في الفترة اللي بتكلم فيها الفترة اللي بتكلم فيها ديت أن الY أكبر من الواحد فالحد الأدنى بتاع الفترة ديت واحد هكامل من أول واحد لغاية الY ليه الPDF في الجزء ده الPDF في الجزء ده كان صفر فانا بكامل الصفر من واحد لغاية Y DT هنحسب الكلام ده هنلاقيه واحد وده طبعاً لندية آخر فترة عندي بكون رقمت كل الاحتمالات اللي قبل كده فبساوي بوصل في الآخر اللي واحد في بيه كان بيقول لي ارسم الPDF والCDF طيب الPDF هو نفسه من دهين إنه هي 3Y² لما تبقى الY ما بين الصفر والواحد وهي صفر أل سواء فرسمته الX Axes والY Axes والY Axes بترمز للPDF اللي هو F small of Y الPDF صفر لأي حاجة بتساوي صفر لأي قيمة قبل الصفر فرسمته من أول من سالب مال نهاية لغاية الصفر بصفر فرسمته عن الصفر من صفر الواحد هي 3Y² فبرسم الكيرف بتاع 3Y² ما بين الصفر والواحد طيب بعد كده اللي أكبر من واحد هي بتساوي صفر عايزة أرسم الCDF وهي اللي احنا حاسبينها فوقها زي ما انتو شايفين ال-Y لما تكون أقل من الصفر ال-CDF صفر فاروحت عاملة صفر من الجزء اللي قبل الصفر طيب من صفر الواحد ال-CDF Y³ فرسمت الكيرف بتاعه والمنحنة بتاع ال-Y³ من أول الصفر لغاية الواحد Y أكبر من الواحد بقيمتها واحد فرسمته خط مستقيم من أول الواحد لغاية اليميئ يعني الأقيم الأعلى من كده بتساوي واحد وطبعا زي ما انتو شايفين ال-CDF لازم تكون متصلة لازم تكون continuous زي ما انتو شايفين هاو القيمة عند الصفر على طول صفر القيمة اللي عند الواحد على طول واحد بالنسبة للجزء يعني هي متصلة مش منفصلة ولا right continuous زي discrete أو المتقطع وزي برضو ما انتو شايفين ال-PDF مش متصلة وده مش شرط أنا ما قلتش ان ال-PDF لل-Continuous Random Variable لازم يكون متصلة ال-CDF هو اللي لازم يكون متصل بس ال-PDF ما فيش قانون يقول لي يعني لازم تكون متصلة او لا اخر جزء في السؤال كان بيقول لي احسب احتمال ان ال-Y ما بين النص والواحد باستعمال ال-CDF وال-PDF طيب اولا باستعمال ال-CDF احنا عارفين ان عشان احسب احتمال ان ال-Y او المتغير بتاعي ما بين A و B هو ال-CDF عند ال-B القيمة الاجبر ناقص ال-CDF عند ال-A القيمة الاسعة فهنا هحسبها ازاي عايز احتمال ان ال-Y ما بين النص والواحد هو ال-CDF عند الواحد ناقص ال-CDF عند النص احنا لسه في الجزء اللي قبل كده كنا خلاص جبنا ال-CDF في الفترات بتاعته ان هو بيساوي ال-CDF صفر لما تكون ال-Y اي قيمة اقل من الصفر وال-CDF بيساوي Y كيوب لما تبقى ال-Y ما بين الصفر والواحد وال-CDF بتساوي واحد لما تبقى ال-Y اكبر من الواحد طيب انا عايزة ال-CDF عند الواحد ال-CDF عند الواحد زي ما انا شايفين هي ال-Y كيوب يبقى حاجة عوض في الفانكشن دي او في الدلة دي بواحد تبقى واحد كيوبت هتبقى واحد عشان عارف اجيب ال-CDF وطبعا بما اني هنا متصل يا جماعة انا لو كنت جبتها حتى في الجزء التاني اللي هو ال-Y اكبر من واحد كنت هتساوي واحد برا بس انا بجيبها عند الجزء بتاعها ناقص F كابيتل عند النص النص ده كقيمة واقع في اني فترة من دول في الفترة اللي بتقول ان ال-Y القيمة ما بين الصفر والواحد لان النص ما بين الصفر والواحد ده معناه ان ال-CDF للقيمة عند النص واخده شكل ايه Y كيوبت طيب بجيب ال-CDF ليه عند النص هي بتعويض في الدلة اللي هي Y كيوبت اللي هي هي هيبقى نص كيوبت لما هنحسب الاتنين دول هيبقى 0.875 ده باستعمال ال-CDF طيب باستعمال ال-PDF بجيبها ازاي انا بكامل ال-PDF ما بين ال-content وليه لان انا بجيب المساحة تحت المنحنة في الفترة دي الفترة دي اللي هي ما بين النص والواحد يبقى انا بكامل ال-PDF ما بين النص بكامل ال-PDF ما بين النص والواحد طيب يبقى الشكل ال-PDF في الفترة دي كان ايه كان 3Y Squared يبقى انا هكامل 3y² من النص لغاية الواحد هتحسبوها هتلاقوها دوة طبعا بتساوي y3 وهحسب ما بين الواحد والنص فهنحسبها هنلاقيها طبعا تساوي 0.875 اللي هي نفس القيمة لما استعملت وده طبعا لازم الاتنين يبقوا متساويين في المثال اللي بعد كده مديني cdf ان هي صفر لما الواي تكون اقل من صفر وهي y لما الواي تكون ما بين الصفر والواحد وهي واحد لما الواي اكبر من واحد find the probability density function and graph it عايز اجيب ال pdf وارسمها احنا قلنا ازاي اقدر اجيب ال pdf من cdf بان انا مفاضل cdf بالنسبة الواي طيب هنا ال cdf متقسمة عندي في ثلاث فترات لما الواي اقل من الصفر وما بين الصفر والواحد واكبر من واحد وبالتالي لما اجي اجيب ال pdf انا هفاضل كل جزء من دول في الفترة بتاعته فلما هاجي افاضل الصفر بالنسبة الواي هتبقى صفر ده في الواي اقل من الصفر وفاضل الواي بالنسبة للواي هتبقى تساوي واحد لما الواي تكون ما بين الصفر والواحد وفاضل الواحد طبعا هتبقى دوت constant للتفاضل بتاعه بصفر لما الواي تكون اكبر من واحد فكده جبت ال pdf بتاعتي طيب عايزة ارسم ال pdf وال cdf فرسمت زي ما انتوا شايفين ال cdf لما تبقى الواي اقل من الصفر وبتساوي الصفر ما بين الصفر والواحد بتساوي واي فرسمت function y ما بين الصفر والواحد وي بتساوي واحد لما تبقى الواي اكبر من واحد وطبعا هي متصلة زي ما انتوا شايفين وده في كل حالات المتغالي العشوائي المتصلة طيب ال pdf احنا حسبناه صفر وواحد وصف فلما الواي تكون اقل من الصفر بتبقى ال pdf بصفر ما بين الصفر والواحد هي واحد واكبر من واحد هي بتساوي الصفر المثال اللي بعده بيقول لي ما بين السالب واحد وصفر هي 0.2 ما بين الصفر والواحد هي 0.2 بلس c y وزيرو elsewhere find c اوجد قيمة ال constant c find cdf graph pdf وcdf وبعدين استعمل cdf اللي جيبته عشان احسب cdf عند سالب واحد وصفر وواحد واحسب احتمال ان الواي ما بين الصفر والنص واحتمال ان الواي اكبر من النص علما او given ان الواي اكبر من 0.2 طيب حق جزء جزء في المثال ده اول حاجة انا عايزة اوجد قيمة ال c اوجد قيمة ال c ازاي نفس الشروط اللي احنا اعلنها ان لازم يكون المساحة تحت المنحنة المنحنة ال pdf يساوي واحد ده معناه ان انا لما اجي اكامل ال pdf على المدى كله لازم يساوي واحد طيب هنا ال pdf متقسمة لتلات فترات هحسب التكامل بتاعها في الفترات دي يكون يساوي الواحد يعني ايه اول تكامل في اول فترة من سالب واحد لصفر هكامل ال pdf عنده اللي هو كانت zero point two plus لان انا خلو بالكم انا بجيب المساحة كلها تحت المنحنة وبالتالي انا هجيب الانتجريشن عند كل الفترات دي واجمعهم على بعض عشان تبقى المساحة تحت المنحنة طيب الجزء اللي بعده بلس المدى من الزيرو الفترة من الزيرو للواحد كانت ال pdf وغدا شكل ايه zero point two plus c y دي وي وطبعا مفروض ان انا اكامل بعد كده يعني zero elsewhere ودي وطبعا هتبقى zero فمش بحطها يبقى حاجيب حساب التكاملات التكاملات دي هتكلها هتوصلوا في الاخر ان انا عندي طبعا التكامل المفروض ان انتوا عارفينه فده جزء انتوا هتطبقوه عندنا ان انتوا تكملوا ال functions او pdf في المدى ده هتكملوا هتلاقوا في الاخرى هتوصلوا ان zero point four plus c over two يساوي واحد وبالتالي c هتساوي واحد one point two c one point two عشان اقدر اقول ان المساحة تحت المنحنة كلها تساوي واحد او التكامل لل pdf على المدى كله يساوي واحد وبالتالي هي pdf فده اول حاجة كان عايز اجيبها قيمة c بما اني جبت قيمة c اقدر اقول دلوقتي ان pdf وغدا شكل ايه هي zero point two لما ال y تكون مبين سالب واحد وصفر وهي zero point two plus one point two y لما تبقى ال y مبين الصفر والواحد و zero else way الجزء اللي بعده كان عايز cdf او دالة التوزيع التراكم احنا متفقين ازاي بجيب cdf من pdf ان انا بكامل pdf من الحد الادنى لغاية النقطة اللي بجيب عندها دالة وال pdf لها شكل واحد على المدى كله هنا الفكرة ان pdf مع هاش شكل او فورم واحد بس على المدى كله هي وغدا زي ما انتو شايفين من ال y من السالب واحد للصفر كانت zero point two وال y لما كانت ما بين الزيرو والواحد كانت zero point two plus one point two y و zero else way طيب يبا هي وغدا كذا شكل وانا محتاجة اعرف ال cdf احنا عارفين من اول سالب ماله من اول القيم ال y ممكن تاخدها من سالب ماله نهاية لماله نهاية احنا متفقين من واحنا في ال discreet ان ال cdf بتتعرف على المدى كله من سالب ماله نهاية لماله نهاية مش المدى بتاع المتغير بس يبا انا محتاجة دلوقتي اقول من سالب ماله نهاية لماله نهاية ال cdf كان شكلها ايه طيب يبا انا هنا محتاجة بما ان ال pdf متقسمة هتتقسم ال cdf برضو حسب ال pdf في كل فترة فيه اول فترة هتكلم عنها من سالب ماله نهاية ليه سالب واحد ليه لان انا هنا اول فترة بتكلم عنها في ال pdf ان ال y اقل من ان ال y ما بين سالب واحد وصفر يبقى الفترة اللي قبل كده هي من سالب مالا نهاية لسالب واحد كانت الPDF بكام بصفر يبقى أنا لما أجيب الCDF لأول فترة اللي هي من سالب مالا نهاية لسالب واحد أو إن الY أقل من سالب واحد حكامل الPDF الفترة دي من الحد الأدنى للفترة دي لغاية النقطة Y طيب الفترة دي ممتدة من سالب مالا نهاية لسالب واحد يبا الحد الأدنى لها سالب مالا نهاية يبا حكامل من سالب مالا نهاية لو واي للPDF في الفترة دي الPDF في الفترة دي كانت صفر يبا أنا حكامل من سالب مالا نهاية لو واي للزيرو دي زد اللي هي حتساوي عندي زيرو وليست عملت دي زد مش دي واي إحنا متفقين إن أنا لما باجي أكامل للسي دي أف بس تعمل رمز تاني اللي هو زد أو تي عشان بس ما تلغبطش لما أجي أعوض بالواي في الحسابات بعد كده طيب أنا كده جبت للفترة الأولى بس الفترة اللي بعدها هي لما الواي تكون قيمة ما بين سالب واحد وصف الواي لما تكون قيمة ما بين سالب واحد وصف كانت الPDF شكلها إيه زيرو بوينتو طيب بس أنا هنا في التوزيع ده لت التوزيع التراكمي معناها إيه إن أنا محتاجة أراقم كل الاحتمالات من أول من الأول خالص لغاية النقطة واي النقطة واي جوه الانتورفال أو جوه الفترة اللي هي من سالب واحد لصف يبقى دي هعملها إزاي الفترة الأولانية هي كانت من سالب ملا نهاية لسالب واحد يبقى أنا حكامل من سالب ملا نهاية لسالب واحد للزيرو دي زد اللي هي حتديني زيرو زائد اللي احتمق أنا بتكلم هنا على الفترة ما بين سالب واحد وصفر يبقى أنا محتاجة كامل من الحد الأدنى للفترة دي اللي هو هنا سالب واحد لغاية النقطة واي اللي أنا بحسب عندها لإيه؟ للبي دي أف الفترة اللي أنا بحسب عندها البي دي أف الفترة ما بين سالب واحد وصفر كانت كام كانت زيرو بوينتو يبقى حكامل من الحد الأدنى اللي هو سالب واحد لغاية النقطة واي للبي دي أف اللي كانت شكلها زيرو بوينتو دي زد هنا الحسابات هتوديني في الآخر إن السي دي أف هي زيرو بوينتو واي بلس زيرو بوينتو طيب الفترة الثالثة اللي هي الواي كانت ما بين الصفر والواحد الفترة دي فيه فترتين قبليهم لازم أكون براكم الاحتمالات لهم كلهم ليه يا جماعنا براكم؟ لأن السي دي أف عمتا هي معناها إيه؟ هي احتمال إن المتغالي العشوائي يكون أقل من أو يساوي النقطة دي أقل من أو يساوي النقطة دي إبه أنا براكم كل الاحتمالات اللي قبل كده يبقى لما أجي أتكلم عن الفترة الثالثة لازم أراكم كل الاحتمالات في الفترتين القبل كده يبقى ده معناه لما أجي أحسب للفترة الثالثة المفروض هكامل من سالب مالة نهاية لسالب واحد للزيرو دي زد دي الفترة الأول زائد تكامل أو تراكم الاحتمال للفترة الثانية هو عبارة عن إيه؟ عن تكامل من سالب واحد لصفر للبيدي أف الفترة الثانية اللي هي زيرو بوينتو دي زد تلاص هجي بقى كامل للفترة اللي أنا بتكلم عنها الفترة اللي بتكلم عنها هنا هي إيه؟ إن الواي ما بين الصفر والواحد يبقى الحد الأدنى للفترة دي هي الصفر يبقى هكامل من صفر لغاية النقطة واي اللي أنا بحسب عن دها للبيدي أف في الفترة دي نرجع للبيدي أف في الفترة دي كان شكلها إيه؟ كانت زيرو بوينتو بلاس وون بوينتو زد دي زد هحسب التلات تكاملات دول طبعا التكامل الأول كان بصفر هحسب التكامل التاني هلاقيه زيرو بوينتو هلاقيه زيرو بوينتو زد من صفر للسالب واحد فهيوصلني في الآخر إن هو زيرو بوينتو بلاس نتيجة التكامل التالت اللي هيبقى زيرو بوينتو واي بلاس زيرو بوينت سيكس واي سكوار طيب آخر فترة لأن آخر فترة ديت اللي هتبقى الواي أكبر من واحد عشان أكون كده جبت كل الفترات من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية الفترة الأخيرة اللي هي واي أكبر من واحد لازم عبا براكم لأن ده تراكمي الاحتمالات لكل الفترات اللي قبل كده واجي يحسب بقى الاحتمال بتاع الفتر تراكم الاحتمال في الفترة دي اللي هو من الحد الأدنى للفترة دي لغاية النقطة واي اللي بحسب عندها طيب يبقى نراكم بقى من الأول لأول فترة هجيب تكامل من سالب ما لنهاية لسالب 1 0 DZ plus التكامل من سالب 1 ل0 للPDF الفترة دي لها كانت 0.2 DZ plus التكامل من 0 ل1 ل0.2 plus 1.2 Z أنا كده جبت للثلاث فترات اللي قبل كده plus الفترة بقى اللي بتكلم عندها الفترة اللي بتكلم عندها الحد هي عبارة عن إيه إن الواي أكبر من الواحد يعني الواي ما بين الواحد والمالة نهاية يبقى الحد الأدنى للفترة دي واحد يبقى أنا حكامل من 1 للنقطة Y اللي بحسب عندها للPDF الفترة دي الفترة دي كان صفر يبقى أنا حكامل المفروض من 1 لواي ل0 DZ اللي هيبقى طبعا 0 يبقى أنا هنا النتيجة بتاعتي في الآخر لما أحسب التكاملات دي وعوض هلاقيها واحد وده أكيد ليه لأن أنا هنا في آخر فترة آخر فترة دي معناها أن أنا رقمت كل الاحتمالات لقبل كده أو بمعنى تاني بما أني رقمت كل الاحتمالات لقبل كده يبقى أنا بجيب المساحة تحت المنحمة كلها اللي هي لازم أكيد تكون إيه واحد طيب الجزء اللي بعده كان بيقول لي ارسم البيدي اف والسي دي اف طيب أرسم البيدي اف زي ما انتو شايفينه الـ الـ الفترات أو القيم يعني كل القيم في الفترات كلها الـ الـ ممكن تاخدها و الـ اكسس بيرمز للـ او البيدي اف نرجع تانية هتلاقوا ان البيدي اف عبارة عن إيه زيرو لما الـ اقل من سالب واحد فزي ما انتو شايفينه هي قيمة البيدي اف زيرو من أول من أول سالب مالا نهية المفروض يعني لغاية سالب واحد طيب من سالب واحد لصفر البيدي اف زيرو بوينتو فحنرسم خطة هوق عند الزيرو بوينتو في الفترة ما بين سالب واحد وصفر طيب بعديها الـ لما تكون ما بين الصفر والواحد الفونكشن زيرو بوينتو او البيدي اف بتاعتي زيرو بوينتو بلاس وون بوينتو واي فحرسم اهي الفونكشن او الدلة ديت اللي هي عبارة عن زيرو بوينتو بلاس وون بوينتو واي الفترة ما بين الصفر والواحد طبعا يا جماعة دوت خط مستقيم فانا بقى بعوض بنقطتين عشان ارسم الخطر الجزء اللي بعد كده الواي لما تكون اكبر من الواحد البيدي اف بصفر عشان كده رسمنا الصفر اهو فكده رسمت البيدي اف في المدى كله لما اجي ارسم الاسي دي اف بقى الاكس اكسس هي قيم واي والواي اكسس هي الاسي دي اف او دلة التوزيع التراكم احنا جايبنا في ايه ان هي الدلة لما تبقى الواي اقل من سالب واحد هي بتساوي صفر فرسمنا من المفروض يعني من سالب ما لانها لغاية سالب واحد يعني جزء الشمال كله بيبقى قيمة الدلة صفر طيب سالب واحد وصفر احنا جيبنا ان السي دي اف بتاخد شكل ايه زيرو بوينتو واي بلس زيرو بوينتو فطبعا برسم الدلة بالشكل ده في الفترة ما بين سالب واحد وصفر طبعا خط مستقيم بجيب نقطتين وبرسمه الفترة ما بين الصفر والواحد كنا جايبين السي دي اف هيعبارة عن زيرو بوينتو بلس زيرو بوينتو واي بلس زيرو بوينتو واي سكوار فبرسم زي ما انتوا شايفين الكيرف بتاع الفونكشن او الدل اللي احنا حسبناها ديت في الفترة ما بين الصفر والواحد وبعدين جيبنا ان الـ CDF لما الـ Y تكون اكبر من واحد بتساوي واحد وطبعا طبعا زي ما انتو شايفين لازم رسمة CDF تكون متصلة لان انا في متغير عشوائي متصل الـ PDF اللي احنا حسبناه فيه او اللي احنا رسمناه في الكزء اللي فات مش لازم يكون متصل مفيش قانون يقولي انه متصل او لا انما CDF لازم تكون متصل طيب كان بيقولي استعمل الكلام ده بعد كده عشان نحسب او الـ CDF عشان نحسب F لسالب واحد وF لصفر وF لواحد نرجع تاني او زي ما انتو شايفين هنا الـ F لسالب واحد بكام ولو رجعنا اللي احنا حسبناه في جزء ايه لان هي بم انها متصلة فالقيمة عند السالب واحد متساوية في الجزئين بتوح عند السالب واحد عوضوا عوضوا بيها هتلاقوا ان في القنطين هتساوي صفر وطبع زي ما انتو شايفين في الرسمة الـ F capital او القيمة الثالثة التوزيع التراكمي عند السالب واحد بصفر طيب عند الصفر هي بتساوي كام زي ما انتو شايفين بتساوي 0.2 ولو رجعتوا برضو للفونكشنز القيم اللي احنا حسبنا وعوضوا بصفر في الجزء بتاعها هتلاقوا ان الـ CDF مدياني قيمة 0.2 واخر حاجة F of 1 زي ما انتو شايفين هنا القيمة هتبقى بواحد وبرضو لو رجعنا للحسابات عوضتوا في الجزء او شفتوا عن طول عند الجزء الـ F1 او ما بين الصفر والواحد اكيد هتطلع لكم واحد ليه؟ لان الـ CDF احنا متفقين انها متصلة ففي الجزءين اللي هي include في واحدة فيهم او التانية هما الاتنين بيدوني نفس القيمة بالظبط بعد كده كان بيقولي احسب احتمال ان الـ Y ما بين الصفر والنص طيب لو انا ممكن لو انا عايزة احسبها باستعمال الـ PDF الهوم الدهاني ما بين الصفر والنص ده كان في اي جزء من الـ PDF الجزء التاني في الفترة لما تكون الـ Y ما بين الصفر والواحد ليه بحدد ده؟ عشان اعرف شكل الـ PDF في الفترة اللي انا بتكلم عنها خلوا بالكم انا بجيب المساحة تحت المنحنة PDF فانا لازم اعرف منحنة الـ PDF في الجزء ده كان شكله ايه او الـ functions بتاعته ايه عشان اقدر احسب على اساسه فبالنسبة للجزء ده انا عارفة ان الـ PDF لما الـ Y تكون ما بين الصفر والواحد هي شكلها 0.2 plus 1.2 Y القيم اللي انا بحسب عندها من 0 لنص هي جوه المده ده او جوه الفترة دي فبستعمل الـ PDF بالشكل اللي هو موجودة في الفترة دي هو بكامل من 0 لنص لشكل الـ PDF عند الجزء ده لما هتكمله هتلاقوها انها ربط طيب لو انا عايزة احسب بقى باستعمال الـ CDF عايزة احسب الاحتمال ده باستعمال الـ CDF احنا قيلين لو عايزة احسب احتمال لفترة معينة بالـ CDF بحسبها ازاي هي الـ CDF عند القيمة الاجبر ناقص الـ CDF عند القيمة الاصغر لو رجعنا وشفنا ان الـ F عند النص بكام هتلاقوها الـ F عند النص هي باستعمال الفنكشنز اللي احنا جايبينها دي هي كانت 0.2 plus 0.2Y plus 0.6Y square هعوض في الدلة دي بالY تساوي نص ناقص الـ F عند الزيرو كانت كام الـ F عند الزيرو هتلاقوها لو عوضتوا هتلاقوها على طول 0.2 فالحساب دي حيطلع طبعا 0.25 زي الحساب باستعمال الـ PDF بالضبط اخر جزء كان عايزه احتمال ان الـ Y اكبر من نص علما او بمعرفة ان الـ Y اكبر من 0.1 نرجع تاني كده سنقول يا جماعة او مش حتى سنقول الجزء اللي احنا بدأنا به الترم ده الـ Conditional probability او الشرطي الاحتمال الشرطي كنا بنجيبه ازاي احتمال A given B كنا بنقول هو هو التقاطع ما بين A و B على احتمال B يبقى انا هنا محتاجة اجيب في البسط التقاطع ما بين احتمال ان الـ Y اكبر من نص واحتمال ان الـ Y اكبر من 0.1 على الـ Number Line كده شوفوا على بالنسبة للارقام 0.1 ونص احتمال ان الـ Y اكبر من نص هو الجزء اليمين من نص واحتمال ان الـ Y اكبر من 0.1 هو الجزء اليمين من 0.1 ايه التقاطع ما بينهم التقاطع والجزء المتكرر في الاتنين هو احتمال إن ال-Y أكبر من نص فهو ده البسط بتاعي المقامวster هو عبارة عن إيه هو احتمال إن ال-Y أكبر من 0.1 طيب احنا منتفقين إن ال-CDF أو التراكمي هو احتمال إن ال-Y أقل من قيمة طيب لو أنا عايز أجيب احتمال إن ال-Y أكبر من قيمة ده عبارة عن إيه هو عبارة عن 1 ناقص ال-CDF عند النقطة دي هو 1 ناقص احتمال إن ال-Y أقل من النص فحجيب 1 ناقص ال-F capital ل-0.5 وتحت هو واحد ناقص ف كابتال لزيرو بوينت واحد طبعا انا جايب الاف عند زيرو بوينت عند النص فوق هحسبها على طول واحد ناقص الاحتمال ده وحجيب الاف كابتال عند زيرو بوينت واحد زيرو بوينت واحد يوقع في انا مدى او فترة ما بين الصفر والواحد كان شكل السي دي اف ساعتها ايه هو زيرو بوينت واي بلس زيرو بوينت واي بلس زيرو بوينت سيكس واي سكوار فحقوض في الدلة ديت بشكل بقيمة الزيرو بوينت واي عشان اقدر احسب هتساوي زيرو بوينت سابنت واي تمام? في يا جماعة علشان ما نطلع بطش في الحسابات دي كلها انا بشوف انا محتاجة اجيب الاف كابتال او السي دي اف عند انهي نقطة حسب النقطة ديت هقدر اعرف شكل السي دي اف عندها ليه لانه نضع التالي لو بصيته هتلاقو ان انا جاي بسي دي اف في اربع فترات مختلفة لما تكون اللي اقل من سالب واحد ولما تكون اللي ما بين سالب واحد وصف ولما تكون اللي ما بين الصفر والواحد وال والواي اكبر من الواحد وبالتالي لو عايزة احسب السي دي اف عند اي قيمة لازم اشوف القيمة دي واقع في اي فترة من الاربعة دول عشان على اساسها هعوض في أنهي دل بالقيمة دي فأنا هنا زي مثلا لما جبت عايزة الـ F capital 0.1 قيمة الـ 0.1 دي مش هي ما بين الصفر والواحد يبقى أنا هستعمل الشكل الثالث أو يعني الشكل CDF الثالث اللي في الفترة الثالثة اللي هي بتقول أن الـ Y لما تكون ما بين الصفر والواحد الـ CDF شكلها 0.2 plus 0.2 Y plus 0.6 Y square ده شكل CDF بما أن الـ 0.1 في الفترة دي عشان أحسب الـ CDF عندها بستعمل الدلة دي بتعويض الـ Y بـ 0.1 عشان أجيب الـ F capital عند 0.1 ونفس الموضوع بالنسبة للنص ولو كان عندي أي قيمة فترة تانية كنت هستعمل الـ CDF عندها تمام طيب المثال اللي بعده بيقول لي أن أنا عندي الوقت اللي الطالب بيحتاجه عشان يخلص امتحان مدده ساعة هو بيعتبر متغير عشوائي with density function بدلة كسافة الاحتمال زي ما هو مدهاني هو CY square plus Y لما الـ Y تبقى ما بين الصفر والواحد وزيره elsewhere وزيره في أي فترة تانية المطلوب أن أنا أوجد قيمة C أوجد الـ CDF اللي هي ده اللي اتكسفت الاحتمال أرسم الـ PDF والـ CDF وبعدين أستعمل الـ CDF اللي أنا جبتها عشان أقدرها عند النقطة سالم 1 وصفر وواحد المطلوب رقم 5 بيقول لي find the probability أن أنا أوجد الاحتمال لو في طالب تم اختياره أنه هو يخلص الامتحان في وقت أقل من نص ساعة بما أن الوقت اللي الطالب بياخده ده هو المتغير عشوائي بتاعي اللي هو الـ Y capital يبقى في السؤال ده هو عاوز احتمال أن الوقت اللي طالب بياخده يكون أقل من نص يبقى هو احتمال أن الـ Y يكون أقل من نص الـ 0.5 آخر حاجة بيقول لي given أو بمعرفة أن في طالب محتاج أقل من 15 دقيقة عشان يخلص الامتحان إيه احتمال أن هي تحتاج على الأقل 30 دقيقة يبقى ده معنان هو بيسألني عن احتمال شرطي بمعرفة أنه هي أصلاً محتاجة على الأقل 15 دقيقة إيه احتمال أن هي تحتاج على الأقل 30 دقيقة فأول سؤال كان عايز قيمة C أوجد قيمة C إزاي بأن أنا بكامل الـ PDF على المدى من 0 الـ 1 ونتيجة التكامل ده أنا عارفة أنه هو يساوي 1 ليه؟ لأن المساحة تحت المنحنة بتاع الـ PDF لازم يساوي 1 أنا تجهلت أي فترة تانية لأنه زي ما هو مديني الـ PDF بتساوي 0 لأي فترة تانية برة أن الـ Y تبقى ما بين 0 والـ 1 وبالتالي ملاش معنى أن أنا أكاملها فأنا كاملت الـ PDF زي ما هو مدهاني CY² بلس Y على الفترة ما بين 0 والـ 1 وساوتها بـ 1 إيه قيمة C لتخليلي التكامل ده يساوي 1؟ هي أن C تبقى 3 على 2 حسبتها بطريقة التكامل العادية اللي أنتوا عارفينها فتبقى C ساعتها قيمتها 3 على 2 طيب الجزء الثاني كان عايز أجيب CDF اذكروا معايا أن CDF لازم أعرفها على المدى كله من سالم مالة نهاية لمالة نهاية طيب القيمة الفترة اللي هو بيتكلم عنها الـ PDF متعرفة عليها هي ما بين الصفر والـ 1 وهي PDF صفر لأي فترة تانية طيب يبقى ده معناه أن احتمال أن الـ Y تكون أقل من أو تساوي أي قيمة أقل من الصفر الاحتمال ده أكيد يساوي صفر لأن الحد الأدنى بتاعي للـ PDF هو صفر فاحتمال أن الـ Y تكون أقل من أو تساوي أي قيمة أقل من الصفر الاحتمال ده أكيد يساوي الصفر أو بمعنى تاني أنا ممكنة كامل من سالم مالة نهاية لـ Y للـ PDF الفترة دي اللي هي صفر فبالتالي نتيجة التكامل ده هتبقى صفر طيب الفترة اللي بعدها لمن صفر الواحد أنا المفروض حكامل لكل جزء قبل كده يعني المفروض أن أنا حكامل من سالم مالة نهاية لصفر لـ 0TT بلس التكامل من الحد الأدنى للفترة اللي بتكلم عنها ده اللي هي صفر لغاية النقطة Y اللي بحسب عندها للـ PDF في الجزء ده PDF في الجزء ده كان 3 على 2 Y سكوار بلس Y DT نتيجة التكامل ده هتديني Y كيوب ده على 2 بلس Y سكوار على 2 طيب آخر جزء اللي هو الـ Y تكون أكبر من 1 أنا أكيد عارفة أن الـ CDF ساعتها بواحد بس لو عايزة أحسابها أحسابها إزاي هي التكامل من سالم مالة نهاية لصفر لـ 0TT بلس التكامل من صفر لواحد لـ 3 على 2 Y سكوار أه 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 T سكوار بلس T DT بلس تكامل بقى بتاع الفترة اللي بتكلم عنها دي من الحد الأدنى بتاعها اللي هو 1 يبدأ التكامل من 1 لغاية النقطة Y للـ PDF في الجزء ده PDF في الجزء ده كان يساوي صفر نتيجة التكاملات دي هتلاقيها أكيد تساوي الـ 1 طيب الجزء اللي بعده أن أنا أرسم PDF و CDF أنا حرسم المفروض PDF من هي أصلا كمتها في لما الـ Y تكون أقل من الصفر بصفر المفروض كنت أكمل دي هنا من أول يعني من أول الصفر الجزء لغاية سالب ما لا نهاية بصفر طيب القيمة كان في الفترة ما بين صفر و 1 هي شكل PDF ساعتها لها 3 على 2 Y سكوار بلس Y فرسمت الكيرف أهو في الفترة ما بين الصفر و 1 المفروض PDF للقيم اللي أكبر من 1 بكام بصفر فالمفروض كنت أكملها هنا لغاية الصفر طيب CDF برسمه إزاي باستعمال أهو اللي أنا جبته في المطلوب رقم 2 إن CDF لما الـ Y تكون أقل من وع من صفر مفروض بصفر فهنا المفروض كنت كل دي تبقى صفر طيب في الفترة ما بين الصفر و 1 CDF عبارة عن الـ Y كيوبت على 2 بلس Y سكوارد على 2 فرسمت أهو المنحنة بتاع الدلة ديت من صفر و 1 طيب لما الـ Y تكون أكبر من 1 CDF المفروض بكام بواحد فأنا طبعا مفروض كنت أكمل دي كده لغاية الواحد طيب المطلوب اللي بعده إن أنا عايز أجيب قيمة CDF عند سالب 1 و 0 و 1 القيم دي بكام CDF عند سالب 1 سالب 1 دي وقع فين في الفترة ديت هي قيمة أقل من الصفر فأكيد CDF بتاعها بكام بصفر وده منطقة لأن ما فيش أي احتمال إن الـ Y تكون أقل من الصفر فاحتمال إن الـ Y تبقى أقل من أو تساوي أي قيمة أقل من صفر الاحتمال ده كله بصفر طيب اللي بعده CDF عند الصفر نفسه الصفر دي ظهرة في الاتنين هي مش فارقة على فكرة تحسبوها هنا ولا هنا ليه؟ لأن CDF دي ده اللي متصلة فأكيد لما يجي عوض في الجزء ده بالصفر هيديني القيمة هي هي اللي هجيبها لو أنا عوضت في الجزء ده لأن الصفر ديت يا جماعة هي الحدود بتاعة الفترات فالحدود ديت متساوية في الفترات كلها لأن CDF متصلة فلما نيجي نعوض نشوف CDF عند الصفر لو حسبتها من هنا هتبقى CDF بصفر ولو حسبتها من هنا هتبقى صفر على 2 زائد صفر على 2 اللي هي بتساوي صفر وده أنا متأكدة منه فالCDF هنا بصفر CDF لواحد برضو الواحد دي هي الحدود بتاعة الفترات فلو حسبتوها بهنا هتلاقوها واحد على 2 زائد واحد على 2 اللي هي تساوي واحد ولو اعتبرتوها هنا برضو هتلاقوها بواحد لأن هي زي ما اتفقنا هي دلة متصلة فالحدود بتاعتها بتدي نفس القيمة عند اي من الاشكال دي طيب المطلوب رقم 5 كان بيقولي احتمال ان المتغير بتاعي اقل من نص اقل من نص ديت هي هي احتمال هو هي هي صوري CDF عند النص ليه؟ ان CDF كمعنى هي احتمال الواي اقل من او تساوي النص واحنا متفقين بما اننا في متغير عشوائي متصل ان انا اقول احتمال ان الواي اقل من او تساوي النص هي هي احتمال ان الواي اقل من نص فكده كده بجيب CD عند النص النص دي وقع في الفترة دي فهعوض في شكل الدلة ديت الواي بنص واحسبها حلقية 3 على 16 طيب اخر مطلوب عندي بيقولي علما ان في طالبة محتاجة وقت اكتر من 0.25 ايه احتمال ان هي تبقى محتاجة اكتر من نص ساعة طيب الاحتمال الشرطي ده كنا بنجيبه ازاي؟ البسط عندي هو التقاطع ما بين ان الواي اكبر من 0.5 وواي اكبر من 0.25 ده البسط مقام عندي هو احتمال ان الواي اكبر من 0.25 ايه التقاطع ما بين الاحتمالين دول؟ التقاطع هو احتمال ان الواي اكبر من نص يبقى البسط بتاعي بيمثل ان الواي اكبر من نص انا ليه بجيب هنا المكمل بتاعه يا جماعة اللي هو واحد ناقص احتمال ان الواي اقل من نص عشان أستفيد من CDF اللي أنا حاسبها هنا CDF بتدينا احتمال أن ال-Y أقل من نص بس أنا محتاجة أن ال-Y احتمال أن ال-Y أكبر من نص يبه هي المكمل بتاعها عشان ما أفضلش أكامل تاني من الأول يبه هي واحد ناقص CDF عند النص ده البسط المقام عندي هو احتمال أن ال-Y أكبر من الربع برضو عشان أستفيد من ال-CDF بتاعتي هي عبارة عن واحد ناقص احتمال أن ال-Y أقل من ربع ال-Y أقل من ربع الربع واقع في الفترة دي ما بين الصفر والواحد يبقى عاوض في الدلة بالشكل دوت الواي بدلها عاوضها بربع أو 0.25 فحاجيب الاحتمالين دول وحلاقيها اللي هي 0.4 على 1.23 المثال اللي بعده بيقول لي if x has probability density مديني للf of x أو pdf هي k e minus 3x لما x تكون أكبر من الصفر وزير والسوار وصفر في أي فترة تانية find k اوجد قيمة k احتمال ان الاكس ما بين الاي والبي واخر حاجة lcdf واستعملها عشان اجيب احتمال ان الاكس ما بين النص والواحد نحل المسألة دي ازاي فأول جزء هو عايز قيمة k اجيب قيمة k ازاي باستعمال الproperty اللي احنا عارفينها ان المساحة تحت المنحنة لازم تكون واحد وبالتالي الانتجريشن او التكامل لدلة على المدى لازم تساوي واحد فحاجيب الانتجريشن او التكامل لk e minus 3x من الصفر لغاية مالة نهاية ده لازم يكون يساوي واحد تمام فحاجيب نتيجة التكامل ده هلاقي منها ان الكي لازم تساوي تلاتة علشان التكامل فعلى المدى ده كله لازم يساوي الواحد فحوصل ان الكي تساوي تلاتة طيب الجزء اللي بعد كده بيقول لي جيب احتمال ان الاكس تبقى ما بين الاي والبي فهو مجرد عايزني بس احط الشكل الاي والبي دي مش قيم هو مدهاني فانا اقدر استعمل البي دي اف اللي انا جبتها فهيبقى عبارة عن ايه عبارة عن التكامل للبي دي اف من الاي لغاية البي فهي تكامل من اي لبي لسري اي ماينس ري اكس دي اكس تمام هتلاقوا في الاخر ان انا هاسبها طبعا بشكل الرموز ده هي اي ماينس ري اي ماينس اي ماينس ري بي طيب الجزء اللي بعده بيقول لي اوجد ال سي دي اف او دالة التوزيع التراكمي هنا لازم اشوف على زي ما اتفقنا ال سي دي اف هعرفها على المدى كله من سالم مالة نهاية لما لا نهاية وبالتالي بقدر اقول ان الاكس لما تكون اقل من الصف ال اف كابتال اف اكس بتساوي صف ليه؟ لان مافيش مساحة قبل كده مافيش احتمال ان انا اكون اقل من الصف فال سي دي اف بالتالي بتساوي صف تمام الجزء اللي بعده احتمال ان الاكس يكون في الفترة ان الاكس يكون اكبر من الصف اكس اكبر من الصف دي معناها ايه؟ ان انا حكامل المفروض من سالم مالة نهاية لصف لزيرو تي تي لان انا كده كده ده الجزء اللي في الاول المدى اللي انا بتكلم عنه ده ان الاكس اكبر من الصف حد الادنى ليه صف فيباحة كامل من الصف للأكس للبي دي اف عند الجزء ده الجزء ده البي دي اف بتاعته شكلها ايه؟ ستلاقوا نتيجة التكامل ده زي ما احنا شايفين 1-E-3X كده انا كاملت او جبت قيمة CDF من اول سالم ما لا نهاية لما لا نهاية وبالتالي F هي صفر لو الأكس اصغر منها وساوي الصفر وهي 1-E-3X لو الأكس اكبر من الصفر بيقولي استعملها بعد كده عشان اوجد احتمال ان الأكس تبقى ما بين النص والواحد احنا عارفين عشان استعمل CDF ان انا جيب احتمالات بيبقى CDF عند القيمة الأكبر ناقص CDF عند القيمة الأصغر فكده انا هجيب الF عند الواحد الF كابتال عند الواحد ناقص الF كابتال عند النص هعوض في شكل CDF هما الكنتين طبعا أكبر من الصفر فيبس CDF هستعمل اني شكلي لها هي 1-E-3X يبقى هعوض في كل واحدة من دول مرة بواحد ومرة بنص وهوصل في الاخر ان الاحتمال ده هو 0.1733 حسنًا موسيقى موسيقى